ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله جديد من فصول محاكمة تكاد أن تكون بعض من تفاصيلها سوريالية وأن متابعتهم بتهم المشاركة في دخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام وإحداث إضراب فيه وتغيير طريقة معالجته وبت وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلومية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم وبت وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص قصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد ويشار إلى أنه قد أسقط قاضي التحقيق في وقت سابق تهمة المشاركة في النصب عن دنيا باطمة وجنحتي النصب والمشاركة فيه عن شقيقتها بمبرر أن التحقيق الإعدادي لم ينتج أدلة كافية على ارتكابهما للجنحتين كما رفضت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش الطعن الجزئي الذي تقدم به وكيل المالكة في المحكمة الابتدائية ضد هذا القرار نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومي